السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله غد نقدم لكم كيك سهل سريع تحديه اقتصادي جدا بدون بيض أو حليب كيك سهل رائع كيك يخفيف بزاف والذيذ غد نحتاجه في كياس العنباه وكي أخذت القياس دي لهذا المقادير عندي كاس لاروب دي السكار أو تقريبا كاس معامرش نفس القياس دي السيت الزيت النباتية وعندي كاس وربع دي اللماء ما عادي من روبيني عندي جوج دي الخمارات كل كيس فيه 8 قرام كيس واحد دي السكار الفاني فيه 7 قرام جوج أكياس دي الكاكا والمور الخاص بالحلويات كل كيس فيه 7 قرام جوج كؤوس دي الدقيق القياس دائما بنفس الكاس اللي هو كاس العنباه غادي نبدو في طريقة ديال الحدير اللي هي زي بسيطة بزاف وسهلة ومن كتاخدش الوقت بزاف غادي ناخدوه واحد الإناء غادي نخلطو فيه النواشيف كناخدوه تقيق جوج كيسان ديال تقيق قبل ما نديرو تقيق كنغربلوه باش كتجين الكيكا خفيفة وهشيشة بزاف هنايا بالنسبة للتقيق كنعمرو الكاس وكندوزو الأصبوع ديالنو كنحسبوه جوج ديال الكيسان غادي نضيف عليها كيس واحد ديال سكار الفاني كنضيفو السكار سكار سانيدا أو حبيبات غادي نضيفو الكاكاو حتى هو غادي نغربلوه باش كنزولو منو هادوك الكويرات اللي كيكونو تاخدو القياس حتى بالكاس ديال ياغورت اللي فيه مئة عشر قرام مشي بالطرورة يكون كاس لعنبا المهم هو انه نفس الكاس اللي اخدنا بيه القياس ديال السكار كناخدو بيه القياس ديال الزيت الماء والدقيق كنضيفو واحد لقبصة ديال الملحة اللي مهم ما في اي حلوة من بعد كانت تربو اه اسقار مع اه الدقيق مع كنخلطو مزيان بالخلات اليداوي هاد electrode كيكا ما كتهتاج اننا نديرو الخلات الكهربائي فقط اه بعد اليد كتحضروها كنضيفو الزيت و احنا كنحركو دائما كنتطربو الكل Bard كنضيفو الماء المال يكون اه بعادي منروبيني يعني فقط مخصوش يكون بارد من تلاجة كنبقى نضيفه فيه وحنا كنطربه حتى كنحصله على القوام ديال الكيك اللي كيكون مخفيفش بزاوف وما تقيلش وديك الكيميا ديال ما كلها كتطربه الخالط مزيان بالطرب اليداوي حتى كينساجم وكنحصله على واحد القوام ديال الكيك اللي كيكون ملس بهات الشكل هادا كيف غادي نوريكم بعدما غادي نخلطها مزيان اشتركوا في القناة بعدما خلط الخالط ديالي بزيان اخر مرحلة كنضيفه جوش ديال الخمارات قبل ما نضيفهم كنغربلهم باش كنحيدوا منهم مدوك الكويرات قبل ما نحصل الخالط ديال الكيك بعدما كنحصل الخالط ديال الكيك خصو يكون بحال عقا كيها بتخيط واحد ماشي كيتقطاع او لا سائل بزاف خصو يكون بهات القوام كنجيبو مول دائري او مول كيكون تقبل وص المهم يكون مول صغير ما يكونش مول كبير بزاف وكن ندهنوه بشي ديال زبدة كرشوه بدقيق وكنخووه فيه الخالط ديال الكيك بالتساوي بهالطريقة هادي ندخلو الكيك ديالنا للفرن يتيكون بارد كنشعلو فقط من تحت النار كتكون متوسطة جدا على اقل درجة ما كنشعلوش على هاد الكيك من الفوق نهائيا كتطيب غير من تحت كنخلوها المدد ديال 30 دقيقة خذتليها 30 دقيقة بعدما كدو 30 دقيقة عاد غادي نختبرو النج دياله بعدما كتطيب الكيك ديالي كتبالية نفخات كتدو 30 دقيقة كننجيب واحد عود ديال الخشب هناي بالنسبة لاتلكيك هادي ما خصش طيب بزاف غير كتدو 30 دقيقة كنحلو عليا وكنخطاب رواي لخرج ليناناشف كنعرفو انها طابط وايضا كتقسوها من الفوق كتحسو بها انها شفاصة كتعرفو انها طابط ما كيلاش شعلو عليا من الفوق وبعد كتتأكدو انها ملسقاش مع الجواني بديال المول كنقلبوها فوق شبكة باش كتبرد ما كنقوموش بهذه العملية وكيكا سخونة باش مات تفرتش لينو وتهررس كنخلي واحدة كتبرد شوية كنتأكدو انها ملسقاش في المول عاد كنقلبوها فى الشبكة وكنخليوها كتبرد مزيان ده اغنوزو نحضر واحد السلسلة اغنسقو بها الكيكا عندنا واحد ربع كاس ديال السكار كاس ديال الحليب مع القهوة صغيرة ديال قهوة سريعة دوبة لاختيار ممكن تستغنو عليها واحد جوج مع القصغار دين السيد النباتية وغادي نحتاج جوج اكياس من الكاكاو المور كيس فيه 7 كرام هنحتاج من جوج حتى الثلاثة نبدو فى طريقة ديال التحضير فى احد الكاسرونة كنديرو الكاكاو فنديرو جوج ديال اكياس ديال الكاكاو المور خاص بالحلويات كنضيفو عليها السكار ربع كاس ديال السكار كنضيفو كاس ديال الحليب هنا الكاس ديال العنبة وكنضيفو جوج مع القصغار من السيد بالنسبة للقهوة سريعة دوبة نخلي واحدة الاخير حتى كي طيب الخالط هنضيفو عليه هنا بالنسبة للكيس الثالث ديال الكاكاو ممكن تضيفوه إلا بغيتو السلسة تجيكم خاطرة اكتر هناك تفيت فقط بجوج ديال الاكياس نضيفو الكل مزيان حتى ينساجم هذك الكاكاو مع الحليب بعد ما اضيفو الخالط ديالي مزين غنضيفو فوق النار لكي تكون توسطه مع التحريك المستمر والمراقبة بش ما يفيدش لنا الحليب حتى كيوصل درجة الغلايا نضيفو عليه خارج النار مع القاة صغيرة من القهوة سريعة دوبة ولا بغينا نضيفو هذك الكيس ديال الكاكاو ممكن بعد ما كيغلالي الخالط نضيفوه القهوة وقديروه في واحد زلافو وقد نضيفوه للتلاجة نضيفوه كيبرد شي شوية نضيفو هذك الكيكا في واحد تبصيل ديال التقديم وقد بدهو نسقيوها بهذك السلسل اللي حضرنا نسقيوها مزيان حتى كتشربها من الأحسن تستعملوا هذك الشيطة عادي باش تغييك الكيكا ديال كتشرب الخالط ديال السلسل وكتزينو من الفوق برقائق اللوز اللي حمرنا شوية في المقلة تزين كيبقى اختياري ممكن تخليو غير هكك تجدروا هذي السلسل ممكن تدوبو الشوكلاة الاسود تضيفو عليه علبة من ياغور طبيعي او ديال الشوكلاة وقد دعنو به الكيكا من الفوق وقد نرشها برقائق اللوز او بكوكا ومهرمش او بجوز الهند الكوك او تخليوها غير هكك بالسلسل دياله تضيفو 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 في اي وقت وبسرعة تضيفو 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة